السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم اليوم ان شاء الله جيت نصاب معكم هذا الميني بسات 3 صغر يجبوا غزالين في الماطاق في النظرة في كل شي نتمنى يعجبوكم ان شاء الله ندوز معكم المقادر عندي هنا تقريبا كيلو الله رب ديال البصلة وعندي هنا ايه واحد الربع ديال الجاجة يعني تقريبا غتكون شي 500 غرام ديال ديال الجاج عندي هنا العطرية سكنجبير البزار الخرقوم والقرفة والملحة هات شي باش غادي نزميته العطرية ديال بسطيلة وغادي نديرهم اي طيبو هدي يلبصلة بعد ما قررتها مويمنا غادي ندير فيها العطرية وكنقول لكم شكرا لكم بزاف ومرحبا والف مرحبا وعواشر مباركة باش ما تمنيته ان شاء الله هنا كنتشوفوني كندير في العطرية يعني هات العطرية نفس العطرية اللي في التبصيل وما تنسوش الزيت واحد كاس العروب ديال الزيت الرومية اللي بغيتوا تخلطو خلطو بغيتوا تديرو غيلة الرومية ديروها سافيه هنا يا انا حت زربت ليكم هاد الفيديو حت اصلا عندي البسطيلة في القناة مهم دخلو شوفوها اللي زي ما اللي بغيتوا تدققو في التفاصيل من بعد ما طاب لندجاج حيتوا وكنكمل السوس اللي للكمالة ديالا عندي هنا ايا القبطة ديالا المعدنوس غيل المعدنوس ماشي اللي لربع مخلط غدين نقيها ونغسلها ونقردها ونقردها غدين نقردها مهم تقرد ديالا الربيع هذا ما كان وغادي اللوحو على ذيك السوس ومن بعد عادة غادي ندير البيض وغادي نزيد هادك العطرية اللي عندي في التبصيل من بعد ما زدت المعدنوس غادي نحرك بزيان ونشعل عليها ونطفيت علي باش ما يتحرقش لي السوس اللي لدي البسطيلة وما تنسوش هاد الالطراب كي يخلي السوس يعني كي يديرها لكم تيعلقا ما تيبقوش البسطيلة هاك تغزون طريفات هاك تغزون طريفات صافي هنا كان دوزول البيض كل البيض كي نديرها باحدة باش ما تكونش يكونش يكونش البيض خاسر ولا شي حاجة كلوحوها في الطنجرة حتى نكمل ربعا دية البيضات وعادة كنبقى نخلطي شوية مع السوس ومع ذاك الربيع ومع هذا وعادة كنزيد العطرية يعني حيط البيض ضروري خس نسو نسمو بنفس العطرية اللي در نفس السوس يعني نفس السكنجبير البسار القرفة الملحة خرقهم ضروريين ما كان ديروش تومة في هاد البسطيلة ما كان خدموش نهائيا ما كان خدموش نهائيا اخر من غير هاد شي صافي هنا كنلوح العطرية ديالي باش يتنسم لي البيض حتى هوايا كادشي هات البسطيلة كادشي غزالة كادشي في الماضاق يعني ما نقوش ليكم كديرا هنا كندوز من بعد مبرد لي الجيش كندوز نقطعو به هاد طريقة يعني نقطعو مكعبات صغي ورين دابا غد نقطعوها كو من بعد غن نقطعو طريفات صغي ورين باش مي يكون شي مني تعدو ديك العطرية يمشي معها يعني ماشي تبقاو انتو ما تجروا وتجاشي جر المويم تجي زوينة هاد البسطيلة كتعجبنا بزاف ولي كيدوقع عندي في صراحة تتعجبوا وانتمنت انتو ما تجربوها وتعجبكم في هاد سيدنا رمضان الله يدخلوا عنينا وعليكم بصحة والعافية ان شاء الله ورزق يعني تبغي هاد شهيوات هادو ما تبغيش ذاك الشي العادي اللي كن ناكله كل نهار موهم نادي يبدل شوية علاقة دارة ما كتطلعش صراحة شي حاجز عملية غالية ولا حيث ما غادش ندير فيها اللوز الداخل حيث بصي طلعة صهر يعني ما غادش ندير فيهم اللوز الداخل كنديرو غيف الكبيرة لدارة الكبيرة هنا من بعد ما نشفت لي الصوص مع البيض انتو ما شتوكي في جديرة كان خويها على ذاك الدجاج اللي قطعت وكان خلطهم باش كل شي تجي فيه كل شي يجي منساجم السوس مع البيض مع الدجاج يعني تجي شي حاجز اللي هي منديرها منساجمة مع بعضياتها صافيتا نخلطوهم زيان ونخليوه يبرد انا كان هنا وصل الليل غادين مشي للطبيلة ديالي المعروفة اللي كان خدم عليها على خاطري غادين فرش على خاطري ونقلس ونصوب البصية ثلاثة ديالي على خاطري بشوية انتو ما غتابوا معي ان شاء الله هادي هي الورقة اللي شريتها في صراحة ما صوبتهاش يعني شريتها بعد المرات كتكونوا مزروبين ضروري خسنا نشري والورقة ما مشي لها بحل لكان عندكم الوقت صوبوا على خاطركم حيث الورقة حتي هي تسدي شوية ديال الوقت هنا عندي بيضاء البيضة بالبيضاء اللي باش غادي للاسق هاد البصيلة غايل دوكس ميت عسا غادي للاسقي دوكس ميتات اللي غادي نزوق بهم يعني في الدكور هنا قطعت البصيلة ديالي بهات طريقة هادي مهم هادي درتها شوية كبيرة وغادي ندير معاكم واحدة شوية صغيرة على حسب القالب اللي أنا عندي المهم اي طريقة بغيتو تخدمو بها اخدمو بها انا درت لكم هاد نوعت لكم في الطريقة باش كل واحدة اللي غت جايش حاجة سهلة بالنسبة اللي مبتدئات يعني غتديرها هنا عندي هات السميطات هاد وقطعتم بها الطريقة هادي وغادي نعود نقسمهم على جوج وغتشوفوا معي الطريقة يعني بالتطقيق يعني ما بشيت معاكم وحدة 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 كتجي في صراحة كنوع وشي شوية على البسطهلة المعروفة المدورة مرة مرة نوع وشي شوية مربعة هاكا هاكا باش تلعين تهيت التاكل وكتحسوا بشي حاجة يعني مختلفة هنا غادي نتوفوا معي كيفاش غادي نخالف هاد الوراق اللي قطعت كندير وحدة بحال هاكا وتندير الثانية فوق منها بهالطريقة هادي مهم الجيهة التحتانية هي اللي ملسى البنات والجيهة اللي غادي نديرها هاكا هي اللي كتكون حرشة صافيو كنبقوا نعمروا هادي ما محتاجة لا قلب لا قياس لا والو ديروا القياسات اللي انتوا ما بغيتوا هادي ما محتاجاش القياسات تقديروا القياس اللي بغيتوا تقطعوه وكتبدو تعمروه على حسب ذاك المربع اللي هو كاين يعني انتوا معينكم ميزانكم بغيتواها كبيرة شوية هادي جاتش شوية كبيرة وهاديك اللي درس بالقالب ها انتوا ما غتشوفوها معايا جاتش شوية صغيرة واللي اول مرة تنشو تشوف الاخانات قناة ام صندوس قناتكم وقناة الجامع كنقول لكم مرحبا والف مرحبا وما تنسوش الاشتراك والضغط على الجارس باش يوصلكم الجديد واللايكات الزوينين وشكرا اللي كم بزا فعلا تشجيعات دي ولكم شكرا اللي هلا يخطيكم عليا ومرحبا بالجامع ونتمنى هاد المحتوى اللي كندير يكون تيليق يعني تيعجبكم ويعني هاد شي اللي كنتمنى صافي هنا يكن ندير الورقة بحلقة تنسد عليها وتنخالفها تندير وحدا الهاد الجي ووحدا الهاد الجي وغادي نعود نقلبها غيب شوية باش متخرش لكم الحشوة هاكا وما تزيروش الورقة البنات ما تزيروش الورقة وهاديرها مدهنتاش نهائيا وجات غزالة يعني ما جاتش ناشفة وما جاتش يعني ميد مر كتعرفوا الورقة كتكون مدهونة بالزيت فانا مدهنتاش نهائيا حتى بغيت نديرها في الفران يعني لو قيت اللي بغيت نخشيها في الفران طيبة إذا هنت لدي وجه ديالها بالزيت اللي بنات ماشي الزبدة بالزيت بغيت انتو ما تديرو الزبدة في الوسط يعني تختال فو المادا قديروها بغيتو تقطعوها هاد البلايسة هادي تقطعوها بغيتو تطويوها طويوها أنا جبت المقص وحطيتو من بعد عود تاني قلت بلا ما نقطعها خليها باشد شي شوية تانية شي شوية هاكا متينة صافي كنت ندير البيض باش تلسق ليا كنت لسقها بالبيض ضروري كنت قطعوها بجنيبة الشيطين هالطريقة سهلة منها ما كانش كيلي كتجي هاديك البسطيلة ندورها شوية سعيبة فهادي طريقة سهلة أي وحدة ممكن تديرها فانتو معلها تشكل هادا سافيه إذا بغيتو زلتازين ديالها بغيتو تخليوها بحاله هاكا خليوها هادي طريقة أخرى غدي نوريكم طريقة أخرى يعني إلما بغيتوش تقطعو الورقة بديك الطريقة يعني غتديروها بحاله هاكا غتعمرو غيل هاكا الوسط ديالها وغتجمو الجناب ديالها وغتبقوا تديروها يعني بحش شكل ديال اللي مسمن ديالنا المعروف أدروها بطريقة ديال المسمن سوف تنقا تنعمرها مزيان نقاعدها في الجناب تعطيني على شكل مربع سوف تنجمع الورقة ديالي على الجناب حال هكا أنا أقول لكم البنات اللي بغت تدهنها تدهنها بالزبدة من الداخل والزيت المهم كل واحد وإحنا ما كان بغي واش تكون مزيتة بالزيف فما درتش لها نهائيا لزبدة ولا زيت ولكن راها جزوينة حيث أصلا العمارة راها ميد ما راها فيها الزيت سوف تنجروا بها الطريقة هادي هادي طريقة أخرى اللي ما بغاش تجي اللي جاتوا صعيبة مثلا طريقة أخرى أو للمهم السهلة ديروها وصافي هذا ما كان أنا درت معكم ثلاثة ديال الطرق كل واحدة بمختلفة على الخرى سوف تنجروا ان شاء الله التزيين ديالها فهنا كان دهن البيض بعدها كان صدعا باش ما تتحلش لي هذيك الورقة وما تنسوش البنات منين بغي وندخلوها للفران نتكوها بشي حاجة هنا راني نسيت ما درتش ليها ما تكيتهش معاكم ولكن راني تكيتها عد دخلتها لسميته الفران بشي عويد هاكا تكوها بي باش تنفس شي شوية ماشي ماشي بالضرورة تكون بزيف سفي هذوما الشرائط اللي غادي نزوق بيهم يعني غادي نزين بيهم شي حاجة مختلفة تمنى تعجبكم هاد البسطيلة بصراحة مني كندير شي حاجة كنديرها يعني بواحد الفل الحب و بواحد الفرحة بصراحة باش كنديرها يعني كت تكون عاجباني كنتمتع وانا كنصوفها الحاجة اللي انا كنصوفها كنديروا به هاد طريقة كنديروا هاد الشرائط نطويوهم شوية كنديروا وحدة كنديروا وحدة على وحدة يعني طوية فوق طوية كنخليو الجنب ديال الخرابين ما نغمقوش عليها كنخليو واحد شوية واحد تقريبا ما عرفش حل غا نقول لكم ديال المهم نص ديال السنتيم ما بين وحدة وما بين وحدة نص ديال السنتيم ما بين وحدة ووحدة بغيتوا تخدموا به هاد طريقة خدموا انا غا ندير معاكم وحدة اخرى بطريقة اخرى تاني باش تجي سهلة هادي كان بقا نخدم وكان نخشيف البلاسة من التحت كان طويها بغيتوا تديروها مويمين توا ما غا تشوفوا معايا تاك نديروش حل معدنة يعني من شارط يا خمسة يا اربعة مهم على حسب صافحة كنكملوها كاملة كدشي شي حاجزوينة في صراحة انتو ما غدا معاكم يعني ما زربتش الفيديو ما ما قطعتش منو متشي حاجة خليتوا هاكاك يعني بوحدة حاجة بحاجة انا مول فكان نسرع ولا كان ندوز هاد المرة قلت لا نخليه بشوية بشوية يعني بالتدقيق كينشي حاجز كي بغيو اسميتوا تتكملي اللقطة يعني ما تقطعيش منها وما تسرعيهاش بحقيقة تتبغيي هاكا صافحة كنكملوها تجيها حت صغير وردرت لها غير طريف صغير صافحة بغيتوا تقلبوها وتلسقوها عودتاني بالبيض بغيتوا تخليوها يعني داريكت هاكا خليوها اللي بغيتوا هي ركا تبقى اللاسقة مني غاتت هزوها دابعاكا وديروها فلاطة فرقا تبقى ما غادش تتحيد ولكن ايه لكنتو غادش تخزنوها ديرو لها البيض ملتحت هنا هذا هو الطابع اللي عندي قطعت عبرت الطابع على الورقة وقطعت باش يعطيني يعني نفس القياس اللي غاي دخول ليه في الداخل هانتو ما كتشوفو خليتوا حت شوية شايط من هيه والشي لاخور الكتير خليتوا شايط من هنا ايه صافحة كنبقع نديه بها الطريقة هادي هادي تهيه سهلة صافحة كنبقع نعمره من الوسط مهم القياس اللي انتو ما بغيتو غادي تعمروه به بغيتو تعمروها بزاف عمروها بغيتو شوية هي ما افسارها هاد البساطلات ما تبغوش يكونوا عامرين بزاف تبارك الله را خرجت ليه زعمارة كمية مزيانة غيدة لقيس اللي اعطيتكم را خرج ليه واحد الكمية كبيرة ما شاء الله ورغم انه زعمل بسطيلة اللولين را هم كبارين على هاد واما كون ردر تهد كل شي درتوه به هات طريقة فره ستخرج ليه بزاف صافي وتنبقى ونردو هاد كتريف صغير هو اللولاني اهنا دهنتها بالعاني معاكم اللي بغيت تدهنها يعني هاد شي كي بقى اختياري انا غي دهنتها باش اللي بغي دهنها يدهنها ولي ما بغي دهنها ماذا انا شأمان لولين هانتم مش شوني را نعمد هانتم مش وجو يعني ما جوش فيهم نهائين زيت كينا او لا جو ناش فين قولوا راجو ناش فين صافي تنبقى لها الطريقة هادي تك انكمل البسطيلة ديالي او مني بسطيلة صغر صافي تنرجع بحل هكا الجيها الخورة كنبقى الخلف هكا وهكا ومن بعد كن قلبها هذا الطابع ثاني وكنخرج البسطة من التحت وكنكملها نفس الطريقة اللي كنت ندير الأولى يعني شي حاجة ساهلة ما فيها الشي حاجة اللي فيها العذاب الطابع هذا راديا الحلوة يعني اللي كان قطعو به القطع ديال الحلوة اللي كان طبعو به الحسابلي صافيتا نبقى وغادين على هالطريقة هادي هدو فصار حج جو حسن جو صغير ورين مقادين يعني حسن من الكبارين يعني حتف شوفه جو مزيوني صارحة صافيو هالطريف اللي تيبقى شاي طليفة هناك ندخلوه في هذيك البلايسة اللي عندي محلولة بحال الجيب باش ما يخرش صافيو تنخلي على هالطريقة هادي هناك ندوزو تنزينوها بنفس الطريقة اللي زين بها اللولة نفس الطريقة تنزيروها هناك برد شوية هاد الشرائب يعني نقدليكم على حساب الناس اللي غايجوهم صعاب هادوك القصارين فهنا كبرتهم وخليتهم كاملين تل الاخير عدخشيتهم في دقة واحدة يعني ما بقيتش كان نخدمو كان بحال اللي درت في الطريقة بالطريقة اللولة لا تكملتهم كاملين نتمنى يكون الفيديو واضح لكم زيان صافيو تندهن بحالكة البيض اللي بيد دي البيض باشي لستقلية باش ميتحلوش لي هادوك اللي بلي صافيو تنبقى غدا بهالطريقة حتى نزالي نفس الطريقة اللي درت اللولة طريقة سهلة غير كان بدلوشي شوية على حسب دك شي اللي تنشوفو دائمان وهاد شي اللي كان نحاولو نجددوشي شوية ومباش ميجينش للمالل هذا ما كان ومرحبا بالجاميع واللي اول مرة تشوف القناة كان قول لي مرحبا والف مرحبا وشكرا للناس اللي معايا من شحال هادي كان نشكرهم دائمان شكرا لهم بزاف بزاف شكرا للصديقات دي ولي شكرا للحباب شكرا لأي واحد كي شوفني كان قول لي شكرا شكرا لتشوفني شكرا لانتاولة وقت الله شكرا لكي شكرا لهم سوف تقلبوها و تلصقوها بالبيض مزينة اذا كانت تغزن اما إذا كانت ستطيبوها فى البلاسة فمكي الاشغت تضعوها ديرك فى طاوة تكون طاوة ممدهونة سوف ندرها ندهنوها بالزيد سوف يندخلوها الفران نقصو عليها ما كتبغيش لعافية مجهدة وردو معها البال دغية دغية تتتحمر دغية دغية وردو معها البال يعني ديروها في الفران وبقاو حاضنا يعني مشي بزاف وردو معها البلد وردو معها البلد من بعد ما اخرجناهم من الفران طابوا على خاطرهم جاءوا عليها تشكل هذا ونزينهم انتو ما زينوا بطريقة اللي بغيتو كل واحد كي زين بالطريقة اللي هو بغا ونخطاريس انا نزينهم بطريقة هادي انتو ما تشوفوا معايا لونت اللوز بالالوان اللي عندي يعني لون الذهابي والخضار والحمر ودرت ليهم ها الطريقة هادا ودرت شوية ديال سكر غلاسي سكر غلاسي والقرفة وهذا الملوينة تراهم يعني ديال الماكلة يعني ملوين غدائي والاختيار تيبقى ليكم هذا ما كان وانتمنى تفجبكم ان شاء الله الى فيديو الجاي بإذن الله اشتركوا في القناة